أسعدتم أوقاتاً أيها المفكرون الصغار سيكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف التاء سنبدأ بمهارة الاستماع وستقوم بدورك كمتعلم البكالورية الدولية بالاستماع إلى القصة وإعادة سردها بلغتك الخاصة وأن تتسم بسمتي المفكر والمتأمن قصة حرف التاء عمت سكر جاءت عمتي فاتن لزيارة أسرتي في البيت رحبت ماما بعمتي وأعدت لنا الطعام أحضرت عمتي التمرة والتوتا والتفاحة اللذيذ أنشدت أختي بصوتها الجميل فرحت عمتي بها وقالت وأنت يا سكر ماذا ستسمعنا؟ قال سكر أنا أتركوني مع التوتا والتفاحة اللذيذ هممم النهاية ثم ستنتقل أيها المتأمل الصغير إلى مهارة التحدث ستقوم بدورك كمتعلم بتأمل لوحة التحدث لوحة حرف التاء وتعبر عما تشاهد في هذه اللوحة وتنتقل إلى قصة حرف التاء بعنوان التمساح تيمور ستقوم عزيزي المفكر بالاستماع إلى قصة التمساح تيمور وتأمل الصور الموجودة أمامك من ثم محاولة إعادة سرد قصة التمساح تيمور بلغتك الخاصة ثم عليك الانتقال إلى العرض التقديمي كلمات قصة التمساح تيمور عليك محاولة قراءة هذه الكلمات واستخراج الكلمات التي تحتوي على حرف التاء بعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى مهارة القراءة هنا عزيزي المتواصل سيكون عليك القيام بدورك كمتعلم في جزئية مهارة القراءة فتقوم بتمييز اسمي وصوت حرف التاء وأن تقوم بنطق حرف التاء مع المدود القصيرة تا تو تي ونطق حرف التاء مع المدود الطويلة تا تو تي وعليك أيضا أن تقوم بمحاولة قراءة بعض الكلمات البسيطة التي تحتوي على حرف التاء مثل تا تمر توت في هذه الصفحة عزيزي المتأمل عليك أن تنظر إلى هذه الصور الموجودة أمامك وعليك أن تملأ الفراغ في حرف التاء الناقص ولا تنسى أن تميز هل نحتاج على سبيل المثال في كلمة تمر هل نحتاج أن نكتب التاء في بداية الكلمة أم في وسط الكلمة أم في آخر الكلمة وهكذا أيضا مع كلمة زيتون وهنا عزيزي المتعلم عليك أن تقوم بمهارتين المهارة الأولى عليك أن تقوم بتركيب المقاطع لتكوين كلمة والمهارة الثانية أن تقوم بتحليل الكلمة إلى مقطعين على سبيل المثال مقطع مع مد الواو ينطق عند جمع المقطعين معا نكون كلمة وهي وفي مهارة التحليل عليك محاولة قراءة الكلمة كاملة وهي وتحاول تحليل الكلمة إلى مقطعين وآخر مهمة لك عزيزي المهتم في درس حرف التاء هي مهمة مهارة الكتابة وهنا عزيزي المتعلم في هذه الصفحة سيكون عليك القيام بدورك فتقوم بكتابة حرف التاء منفصلا ومن ثم كتابة حرف التاء في بداية الكلمة وأيضا عليك كتابة حرف التاء مع المدود الطويلة الألف والواو والياء وأخيرا عليك كتابة كلمة توت هذا كل ما لدينا في درس حرف التاء لهذا الأسبوع أسعدتم أوقاتا ترجمة نانسي قنقر